تحية لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان أهلا بكم وأسعد معكم على الهواء مباشرة وحلقة جديدة من رشدنا فيها نقدم أهم المجريات الطبية ورشدات الطبية اللي بتناسب جمهورنا جمهور مصقفي الصحة والجمال المكرمين والمحترمين ولدينا أكن لهم كل تقدير واحترام أسمحوا لي في البداية أقول لكم عذرا إليكم فما ضاعت موادتكم وما افتغيت بغير الشوق عنوانا يا من نقشتم في قلبي موادتكم وكنتم في قرار القلب سكانة دعائي بظهر الغيب أهديها لكم وحبي لكم في الله عنوانا تحية لكم مشاهدي الكرام مرة الثانية في رجلت النهاردة هنتكلم عن موضوع أعتقد من الأهمية بمكان إن احنا نتكلم عنه وهو الشخصية الاعتمادية حد يقول لي ربما الموضوع سهل أو بسيط لا ده ما بنى عليه حياتنا كلها بجد ففضلت حضركم عاوز تركزوا معي يعني إيه شخصية اعتمادية احنا بأمانة كتير من الأسر بتعاني من ده تربية الخطأة للأطفال تخلق شخص أو طفل not reliable, unreliable يعني لا يعتمد على نفسه بتعمى مما وببازة بيقول يعني ييجي بعد كده حضركم الطفل ده بسبب عوامل كتيرة جدا هنتكلم عليها مع ضيف حلق الكريم ييجي بعد كده ييجي تجوز يقول أنا تجوزت ليه تيجي تتجوز حضرتها ترتبط تعمل علاقة مع حد العلاقة تفسد بعد شهر شهر ونص ويبقى حالة طلاق اللي بنتكلم فيه النهاردة ده مرتبط ارتباط وثيق بما هو قادم في العلاقات الزوجية بنقول النهاردة ايه اسباب الطلاق هو ده مرتبط بده اه طبعا مرتبط جدا اسئلة كتيرا جدا هترحى في الحلقة مع ضيفة الحلقة الكريمة الدكتورة نيفين القشلان أخصية نفسية وعلاج الأدمان أهلا وسهلا دكتورة نيفين من ورعنا اهلا بحضرت اللي انا قلته ده صح ان فيه ارتباط بالشخصية الاعتمادية بتاع ببا وماما وبعد كده يجي يتجوز ساعته او حضرتها تقول انا اجوزوني ليه وتبقى تحس بالمسؤوليات وتقول يا ريت اللي جارة مكان وعلى اهلا في سبب يبتد يحصل انفصال كلام مظبوط صح جدا وده ان شاء الله نوضحه في الحلقة النهاردة تمام طب نوضحه طبعا هو الشخصية الاعتمادية هي من اسمها هي الشخصية اتعودت تتعود انا شخص بعيشته الحياتي مرتبط بشخص اخر ما بحسش بالامان ما بحسش بالارتباط غير بوجود شخص بيلبيه كل احتياجاته احتياج الامان احتياج ان انا موجود احتياج الشاففان الاحتياج دايما ده بنسمعه من الشخصية انا من ايدك دي ل ايدك دي اينما تكون انا موجود الشخصية دي اللي هو ما بيعرفش يعيش لوحده سواء كان من اول ما بيبدأ يومه اهدافه اليومية أهدافه الحياتية أنه يختار قرر مصاري زي الزواج زي ما حضرتك قلت زي الانفصال زي العلاقات العطفية زي حتى يشتري أميس وبنطلون لازم بباومة وما يروحوا معاه وده كويس ده وحش يعتمد على زميل ليه يعتمد على أخي ليه فيه شخصات كتير جدا بنسبة بشهدان الكرام اشتروا ليه ده اللي ان شاء الله أنوضح النهاردة مع بعض في الحلقة على أن ازاي أصلا الشخصات دي بتنشأ في بداية الأمر إزاي ان الشخصات دي بتتطور على مدار حياتها هو احنا ليه أصلا بيكون شخص اعتمادي لأن الشخص الاعتمادي ده هو شخص طول الوقت عايز يحس ان انا مش مرفوض احساس الرفض بخلخ الكيانه طيب يبقى ده ياخدنا الأول تايتل كده في حلقتنا يعني ايه شخص اعتمادي الشخص الاعتمادي هو الشخص اللي دايما وجوده مرتبط بشيء الشيء ده ممكن يكون بابا أو مامته قبل ما يتجوز ممكن بعد كده يدخل في اخواته ممكن بعد كده يرتبط بشخص خارج الأسرة ممكن بعد كده يرتبط بزميل ممكن بعد كده يرتبط بمدير ان انا طول الوقت انا مرتبط بمديري سواء كان ده سلبي او اجابي ايا كانت العواقب ايه سواء الشخص ده بيكون مأزي ويعتر ويتعرض للاستغلال بس في سبيل انت هتستغليني هو مكنش شايف ان ده الاستغلال طيب بحد يقول ممكن مشاهدة كرام هو ايه المشكلة ان انا مرتبط ببامتي ومرتب ببايا ومرتبط بزميل اللي هي ومرتبط بمديري هو ايه العيب هنا ايه المشكلة هنا النفسية العيب ان الشخص تاني ده اول حاجة ان انا لما الشخص ده التاني ده يكون مش موجود انا ما بتعاملش مع الشخص ده انه هو فترة او حد خارجي برا عني لانا بتعامل انه هو جزء مني جزء من حياتي جزء من يوم الشخص ده انا لو مش موجود انا هتخلخل طبيعي الشخص ده طب لما فبتهزة نفسيا هي ده المشكلة بقى يبقى حاضرة قصودية تاني الأستاذ أنيفين تقصود يا جبعة أنه يقود الشخص ده في حياة المرتبط بي ملاصق ليا زي ما نشوف مثلا اسمحي لأفسر وصححيل إذا كنت مقطع واحدة مثلا ممتها توفت بتنهار ثابت مثلا فاسطة عن خطبها بيحصل لها انهيار تام وكأن ده أول وآخر شخص ممكن ترتبط بيه كلام مزبوط؟ كلام مزبوط جدا أيوة لأن الشخص ده مش بيبقى مفكر ولا معتقد أن الشخص ده هيغيب فكرة أصلا الأشخاص الاعتمدية لما بنجي نقبلهم طيب افترضنا أن الشخص ده مش موجود فكرة نفسها بتقلقهم لأنه الشخص ده مش بيعرف يعيش لوحده الوقت الفاضي مش بيقدر يستمتع بيه مش بيقدر خالص لأنه بتوتر بيقلق بيدخل في نوبات اكتئاب ده بيحصل ممكن يتعرض أنه ياخد مواد مخدرة درجاتي درجاتي ده بيحصل لأنه هو بيكون عايز يطف في الإحساس دي أنا عايز أحس أن أنا مبسوط أنا عايز أحس أن أنا موجود والشخص التاني ده انفصل عني أو الشخص ده قدر الله توفى فكرة الهجر نفسها بتخوفه هو شخص طول الوقت خواف طول الوقت أنا بخاف من الهجر بخاف من العقاب بخاف أن يتقلي لأ بخاف يتقلي لأ يتخاف يتقلي لأ طبعا لأنه طبيعي في أي حدود علاقية في حدود صحية ما بين العلاقة إن أنا أتقالي لأ وأقول لأ لأ الشخص ده ممكن يقول لأ بس من جواه مهزوز أنت ما ينفعش تقولي لأ أنا طالما أنا متضايق وأنا ما احتجاج جنبي لازم تكون موجود دي طبعا بنسمحها في العلاقات أنت كنت موجود فيه أنت كنت موجود فيه لما أنا كنت متضايق أنت ما ساعتينيش ليه؟ معين ممكن الشخص ده ده لازم نحط احتماليا الشخص ده منفاصل عني هو جزء برا من كاني ما هو هنا بقى للشخصية الاعتمادية لما بتيجي تقابل نفسها ما بتتقبلش ده ما بتتقبلش إن في حد ممكن يرفضها لأن بتتقبل الحدودية بيبقى عندها المفهيم المغلوطة يبقى أنا شخص وحش يبقى أنا شخص سايق جدا يبقى أنا شخص مش متشاف ما ليش الحق إن أنا عيش ده ده معناها حرفية تمام وزي ما حضرتك قلت هو مش بيرتبط بشخص واحد يعني مثلا ممكن يجي سؤال طب هو ده بيرتبط بمامته بس؟ لا ممكن بعد كده يسيب مامته أو باباه بعد كده يرتبط بعلاقة عاطفية أو بمديره تمام إنه هو أنا مش هينفع عامل حاجة غير لما الشخص ده يقول لي اعمل أنا ما ينفعش أخد أي قرار في حياتي سواء زواج أو انفصال لازم لازم إن أنا أتكلم مع الشخص ده ومش باخد رأيه طب إحنا طبيعي إحنا كلنا بناخد قراء بعض في حياة بعض لكن لا الشخص ده قال كده يبقى أنا هعمل كده زي بالمناسبة أنا يعني في الأدب الإنجليزي ما نساش رواية يعني قارتها وحبتها جدا اسمها All My Sons أو كلهم أبنائي شخصية كيلر وستيف ستيف ده كان حد برضو نفسك قصة كده أدعوكم تقولوها بجد All My Sons قصة اقتمعية جدا أعزوه لحضرتك وستيف ده اللي هو ما يعرفش يعمل حاجة إلا إذا كان يعتمد على حد تاني وهنا طبعا حصل في الرواية طبعا كوارث بسبب الشخصية دي في آخر الرواية بقى حصل إيه حصل الشخصية دي حصل الشخصية دي طبعا وضعت فيه السجن كان بيعتمد على كل الأخطاء بيحقق يحطها على شماعة للآخرين كل الآخرين حطيقون إلا هو في السبب أنت مكنتش موجود معايا إلا هو حتى رب أبنائه تربية خطأة يعني عنده جورج عنده آن بنته لحقيقة تربية مشاهدنا الكرام ودي قصة رهيبة بجد محترمة جدا فيه نحن نتكلم فيه تربية غير سوية خلى بنته يعني تتخطب خطوبة غير عادية تتجوز بعد كده جواز غير عادية بسبب أنه ربهم إيه على اعتمادية على اعتمادية على اعتمادية مش كده عليك بالضبط مناسبة الرواية آه هي مناسبة جدا لأن حضرتك نواهت النقطة مهمة جدا إن الشخص الاعتمادي مبقاش شايف خسائره أيوة مش بيشوفها غير فحاكتين إن الشخص التاني يبدأ يقوله إن انت مش باخد مساحة دايما يقولك أنا مفيش مساحة بينه وبين أنا مفيش مساحة أن أنا أقولك فيش مساحة أن أنا أمشي بزبط الشخص التاني بيبقى شخص تعرض للاستغلالات استغلال عاطفي استغلال جنسي استغلال مدي استغلال اجتماعي وفي جانب إنه هو يقول ده عادي إن أنا طالما الشخص ده موجود ده بنشوفه في أمثلة علاقات كتيرة جدا يعني الأسودي أسودي فيه للتنازلات يعني ممكن واحدة لإنها عتمدية إترابي التربيع عتمدية خليبك ودي رسالة من حضرتك لكل البنات اللي بتبعنا كل الشباب التنازلات اللي بتتقدم ده خطيبي أصبح ده جوزي للأسف سمعنا عندها وشوفنا ده في التالي بيحصل تنازلات لأن هي طبعا افتكرت إن ده خلاص أصبح جوزها مش مجرد إن شيء لأ ده كل شيء لأننا نعتمد عليه وإن هو يصرف علي وإن ده من حقك ويدخلوها في حدود العلاقة الصحية لأ يا دي مش علاقة صحية خالص يا دي علاقة أنت انت معتمد عليه دايما بنقول كده في العيادات وفي المستشفى لما بيجينا الحالة دي أنا من حقي يتقال لي لأ أنت لو قلت للشخص ده لو قالك لأ أنا مش هديه أو أنا مش معاي في الوقت ده هتزعل؟ هيقول له أطبعا لأ يبقى أنت اعتماد عليه لأنه أنت مدتلوش الفرصة إن هو يقول لأ وكذلك العكس أنا دلوقتي شخصية اعتمادية حضرتك الشخص الثاني ممكن يكون شخصية مستغلة شخص هيئزين يعني اعتمادية هنا مثل على سنسال كبنت شخص الانتهازي كولد عشان نمثل وممكن العكس الحالة العكس برد ممكن العكس ممكن الولد يكون هو الاعتمادية والبنت هي برضه لتستغل يعني العلاقات في كل الحالتين نضرب مثلا هنا ومصل هنا وإيه الأثار اللي ممكن تعود على ده أستاذ النبيين تحديد أول حاجة طبعا نواهنا عليها لو البنت اعتمادية وخطبها استغلالي طمام فعاوز ياخد كل حاجة يبقى فيه استغلال عطفي بيستنزف هتستنزف كتير عطفيا استغلال ممكن ده اللي هو جنسيا بجانب أنت هتعمل الشكل ده بجانب أن أنا هكون موجود أنا هرفض يبقى هنا اختفي كلنا بنشوف الشكل ده موجود كتير جدا في علاقات وهي تتنازل وهي تتنازل بجانب أنه هو يكون وإيه اللي خلاها تتنازل أو أنه نقول هو بيحبني أو أن أنا بدعوة يعني آه بزبط أنه هو يقول لك إيه المشكلة نسمع دايما نقول لك ودايما برضو بنسمع يقول لك ده أنا حسيت أن أنا اتوردت أنا حسيت أن أنا عملت ده وأنا لأنه طبعا في الجزء ده بيلغي جزء العقل التفكير ما بيبقاش فيه تفكير في المقطة دي لأن العاطفة بتبقى غلبة المشاعر لما بتنشط يعني فيه في جزء في المخ اسمه الأميجدالة المشاعر وقت الغضب وقت العصبية في وقت ما أنا محتاج أن أنا أتطمن جزء ده بيبقى مسيطر على العقل يعني أنا في موقف عاطفي والموقف ده أنا مستصر فيه سهل جدا أن حد يستغليني في الوقت ده مزهور لكذا دايما بنقول أنه في وقت ما أنت بيكون ضعيف أو في وقت ما أنت بيكون خارج من علاقة خارج من علاقة في الوقت ده أضعف وقت بعد الصدمة أيها لشان كده ما نحكيش لأي حاجة صحيح سوز نورم ده أهلية أهلا وسهلا سواليكم أرجو السلام أهلا بيك أهلا بيك يا دكتور أهلا وسهلا سوز نور سلامي للدكتورة ثانيا فعل مهم جدا فضل دلوقتي أنا خاطف مبروك يعني خاطفتي همها بتطلب طلبات في الأثر في الأثر يعني ما بتنفذك وعدها يعني كده مهم بتطلب فلوس وتطلب حريق كده طبعا طبعا ما بتنفذك رأييك أيوة هي بتطلب فلوس يعني دي أطفال يعني دي إذا بتتكلم عن خطبتك طبعا أعزو نور نعم إذا بتتكلم عن خطبتك طب إيه المشكلة يا منتوا لسه مخطوبين ومم بعكها هتقولها هتعمل إيه معاها يعني إيه نوع الطلبات يعني طلبات طلبات مقبولة ولا غير مقبولة يا زنور طلبات غير مقبولة زي إيه يعني بتطلب حاجات سيرية مش مش محقات تطلبها يعني زي إيه زي تطلب حاجات يعني مش مطبق عليها في المتواد والحاجات سير طبعا أنا أنا بشارك معك أي حاجة بكترية رصا في تطلب ثاني يعني بتطلب مسلا عفش زيادة بتطلب يعني دهب زيادة طيب أهو دهب الاتفاق بينكم يا زنور ولا إيه لا إيه بتغاري الاتفاق مش ليها أهل أنت مش دخلت اتفاقت مع والدها هي كم سنة هي كم سنة يا زنور هي كم سنة هي 2 و40 سنة ما شاء الله تمام وضع إحنا الشخصية استغلالية آه طيب عموما هنحلللك ونقولك بس ياريت يا زنور بعد إزا حراك يعني تقولي كده على سين مساءل هل الست دي يعني مرتبطة بيك خطبتك ولا حسن الموضوع موضوع ندي بينكم وبينكم يعني بينكم وبين بعض لا إيه مرتبطة بيه خطبت يعني مرتبطة بيه على سول فأمها زيمن هي عايزة وقت في الدنيا وعايزة ضد للطربات وعايزة فلوس وعايزة حيات كتير يعني بتتشرط يعني وعايزة حيات كتير فمش عافلني حاجة للشخصية دي شخصية إيه هالذي الشخصية بكلم تمام إنها هي الشخصية ده ولا دي شخصية أصحان يعني مامتها مامتها موافقها على اللي هي بتطلبه آه وهي شخصية عن هيه ده تطلب الحياة كفية كل شوية تطلب كل شوية تطلب آه طيب يا سوز نور هنقولك حالا طيب عموما أشكرك تمام شكرا جزيلا يا سوز نور طبعا سوز نور بيتكلم في حاجة يعني مو بهمة شوية بالنسبة لنا إيه الإنسان علاقات ممكن يكون سوز نور بالمناسبة بيتدعي كلام ليه هو بيتكلم لصالحه هو تمام إيه الطلبات احنا مفروض النهاردة مخطوبين لسه صح ولا إيه يا سوز نور الأهل يلزمهم كان بنتهم يا سوز نور في المقام التربوي في المقام الاجتماعي بنتنا مصلحة بنتنا فيه شبكة فيه مفروض متفقين عليها فيه مهر متفقين عليها فيه مؤخر متفقين عليها فيه أي مثلا أولا متفقين عليها بصفت هو بيكون هو خايف أعوز يحلل شخصية آه نعم ومتع بتتدخل وهل دي عنادية ولا مش عنادية ممكن نكون وفيه نقطة مهمة جدا حابين نقول عليها إحنا ممكن مش بنهتم بالإزاي الشخص اللي قدامنا قد ما مهتمين إزاي نتعامل مع ده هو أنا دلوقتي أنا عرفت إن الشخص ذا اعتمادي أو عندنا الشخص ذا استغلالي أنا دايما بقول في مرحلة الخطوبة وفي مرحلة الاختيار وفي مرحلة أنا لسه ما فيش زواج وارتباط كامل إلحق يجري بجد إلحق يجري أنا أحسن أنا مش هعدل قدام بس إحنا جاء لها ممكن سوزنور خليبها في ساعتك ممكن ياخد الكلام ويجري ويجري ويظلمها ويكون هي بنت ناس ويخصوصا ويقولوا هي مرتبطة بيه تمام بس الطلبات هنا يا سوزنور برضو من منظور الاجتماعي هي هتفرق مش كل حاجة بمعنى إيه البنت دي ممكن تكون شريك بنت ناس لكن أهلها بيأمنوها هل معنى كده أن هما بيأمنوها أن هما كده يعني يعني بيستغلوك سوزن دابين ده وارد جدا أنا لو شايف في الطلبات زي ما حضرك قلت لو هي اتفاق ما بين الطرفين وأنا لو شايف أن الأم ممكن يكون بتكلم أن الأم تدخل بطريقة زيادة وأن الأم هي المسيطرة أنا بشوف دايما في مرحلة الخطوبة أن البنت هي تتكلم باسمها تبدأ ما إليش أحيانا أن البنت هي اللي تتكلم في بعض أصلاح المجتمع الشارعي خلينا نقول لو أنا دخلت بيت بنت هي المسيطرة هقول ده البنت مش عارف إيه باباها ماوها معرفش رابوها كويس وبنتالي هي المسيطرة وهي هو ده اللي بتقال بس ده الحقيقي وإيه في المقابل برضو اللي يمنق ما هو بيحصل لا ماشي أنا مع حضرتك وهيقلق سوزنور أو غيره من الشباب ده البنت متحررة بتتكلم باباها قاعد ما بيتكلمش ما موتها بتتكلمش أنا واقعي وبتكلم زي ما تفاتح حركة نحن بتكلم أمثلة وقعية في مجتمعنا مش ده ممكن يقلي إليه أنك أشاب تدخل على بيت إن أقول ده يا بنت متحررة طبا ممكن يقلي إليه أكتر كمان إنه أن الأم تستغل أو إن الأم تتدخل أو خلاني بشكل أدخل أنه الأم تتدخل وإيه مشكلة تدخل الأم خلاني نكون منصفين يعني الأم النهاردة مش حريصة على بنتها مصلحة بنتها وشايف أن أسوزنور أو غيرها مش شخصا أسوزنور في كتير من الشباب النهاردة بيقوا داخلين يا أسوزنورين على بيت يعني يأخذ جوازة سهلة والسلام مش كده وليه فلازم أنا كأب وأنا كأم بشوف اللي قدامي ده وبقراء إحنا ناس كبار وناس فهمين فبشوف مثلا ده عاوز حاجة سهلة والسلام مش كده؟ مش ده بيحصل؟ هو ده بيحصل أحيانا بس دايما بقول اللي هو الحدود طالما تدخل بشكل مقبول بشكل مقبول تمام الدنيا هتمشي طالما اللي هو الشكل مفرد فيه درجة أنه هو يسأل لا يبقى أكيد فيه أسئلة كتير عليها على ما تستفهام أنا الأول بشوف الأم تدخلت في واحد اتنين تلاتة الأم ما يحتاجها تقف في واحد اتنين تلاتة أنا ممكن الأم بعد كده بتتدخل في المسائل يعني بعد كده ما بيحصل زواج بتدخل في الشؤون الخاصة للحياة جدا بيحصل دي بتبقى مشكلة أحيانا مش بتقف عند الماديات بس خلانا وقعين برضو أستاذ إبراهيم إن هي الأمور ما بتقفش بس عند الماديات وبتقف عند الأي ملأ بعد كده إن البنت ممكن تكون معتمد أكتر وإحنا زي محضراتك قلت كا صقافة إحنا بندعم إن البنت تكون اعتمدية عن الولد يعني إحنا ممكن نقول إن البنت ما يكونش عندها اعتمدية لكن الولد نقول علي ابن أم صح؟ ده بيعيب ده بيعيب لا هم لتمين عيد سواء كانت اعتمدية البنت على أمها أو اعتمدية الولد على أمها بس العيب الأكتر مين؟ إن أنا النهاردة كبنت مثلا حضرتك ده في شابة هتخطو بيه أو هيخطو بساعتك لما تحس إنه هو ابن أمه كوالد كراجل يعني ده بيعيب خطير جدا طيب ما هو بيحصل هنا مشاكل وبيحصل هنا مشاكل صح؟ يعني بس إحنا كمجتمع بس المشاكل أكتر فين؟ في الابن أو الولد الاعتمالي في الاتنين لما نروح إحنا كأسرة أنا النهاردة كبنتي مثلا بتتجوز بساعتك زي بنتي هنقول مثلا راحين لأسرة والمفاجأة إن الولد ده بتاع مامته وبابا أنا هقلق وبالتالي هقول لي خلي بالك الولد ده مش عنده هو عني بتاع ابن أمه يعني ما عندهش تصنع قرار أو اتخذ قرار بس طب ما عندهش استقلالية نفس الصفة ما بتصنعش قرار وما عندهش استقلالية ومش قادرة عندها الحرية تقول لبقى أنا عنده مشكلة في الاتنين لكن المشكلة بتتفاوت أكتر ما بين هو نوع تدخل إيه نوع اعتمادي على أمي وصل لفين نوع اعتمادي أمي إن أنا إن هي عايشة ما كان الحد فيه بسي أم حد يعني بسي أمي لجي نجوز ما بيكون بنتي اعتمادية غير ولد اعتمادي ليه الأسرة مين المفروض القوامل مين ده الراجل طب يتالي مين يقول المفروض الأسرة هذا الرجل المفروض يبقى تاخذ قرار المفروض يبني الأسرة بناءً صحيحاً مع الجانب الآخر في زوجة لازم برضو بيكونش اعتمادي على بيت أحلق أقصد وحاجة رحيلي يعني وأنا سعيد بالنقاش طبعاً ما يكون الشخص اعتمادي يتققى مشكلة لأنها هيقود أسرة يعني هيتحمل تبعيات أسرة لكن يكون بنت اعتماديها هي تعتقدها اعتمد على جزءها في المقام الأول فهنا مشابق في مشكلة لأنه هو ده هيبقى القائد هو الحامل لها هو هيبقى صاحب القرار هو حضرتك بتكلم صح في نقطة إنه هو إن الزوج لما بيكون اعتمادي بيخلق مشاكل مظبوط بيخلق مشاكل كبير ومن ضمن المشاكل حما تخش هو في حيرة يراد مامته وعندي أمثلة كتير يعني أحمد على سبيل المثال لما زوجته مرة بتتصل وتقول أنا زوجي أحمد وداتني أحمد على التليفون بمنازمة بيعمل إيه أحمد أحمد بيصلي وبيصوم ومشاء الله محترم جداً مشكلته في مين إنه يقول لها لا أنا مامتي قبلك طبعاً أنت ساعتك ما تقولش الكلام ده يعني اعمله أرد أنا ليه بنعمل مكورنين وردي وردي دايماً مامتك آه بس ما تقول لش لزوجتك دايماً يعني حط مامتك حاجة وحب زوجتك وحب زوجتك حاجة تانية بس إحنا أحياناً كتير يقولك دايماً بنسمعها اللي هو أنا أم الأول وبعد كده حضرتك ده زكاء اجتماعي بمعنى إنت لو زكاء اجتماعي يا أستاذ أحمد تمام أنا هجوز عليك وهو مش هجوز ولا رايح ولا جاي هو كلام طاير بس الكلام ده بيأثر بيأثر نفسياً بيأثر وبيرجع العوامل نفسية للشخص الطرف التاني والطرف التاني هتقبلها ازاي؟ تمام نرجع للسوز نور هو خايف من زوجته أو خطبته اللي هتبقى مشروع مستقبل بس أنا بصراحة أنا مش ألقان ليه يا أستاذ لأن الحقيقة النهاردة أي أسرة الحقيقة في مجتمعنا يعني الشباك بتير لكن عشان أضمان الأولاد النهاردة بنتي لازم أشأخذ لها شخص إيه فنحاول نحطه في اختبارات هل اختبارات دي يا سوز ندين؟ معناها السوز نور ممكن مسلا يسابها لأنها زي ما بقول استغلالية هل ده استغلال؟ إن أضمن حق بنتي؟ أنا قلت لحضراتك إيه لأي حد لأي مدى التدخل هيبقى لأي مدى من جانب الأم تمام هل إحنا في مرحلة الخطوبة بنقدر نحدد مشاكل دي ما بتتحدش بس في الحقيقة بيكون في حاجات واضحة جداً في الخطوبة وبنرجع لجملة مع الوقت هيتغير لا يوجد مش حاجة تتغير مع الوقت يا جماعة هو في الخطوبة بتبقى واضحة لأن الطابة جاغة اللي بعد تطبع يعني بزبط ده حقيقي جداً لأنه ما فيش حد بتغير عشان حد خلينا متفقين على المعلومة دي أنا طالما أنا بجرد الموضوع مع نفسي أنا شايف إن الشخص ده ورأي خطبت إيه مهم جداً إن أنا اسمع رأي خطبت في الموضوع ده بزبط ومهم جداً إن أنا زي ما حضرك قلت أرجع للقيم والعادات والتقاليد هل ده مناسب لعاداتنا لو مش مناسب وشايف إن الموضوع أوفر وشايف إن الموضوع زيادة عن حد دي خلاص انفصل عسنا مش هتحكم في شخص تاني أنا مش هراح أقول له المفروض تتعامل بالشخص ده هو الشخص ده كده وأنا كمان كده لا نقبل بعض كده لا نسيب بعض كده أيوة هي دي قاعدة لازم نحتاجين نحن نمشي عليه أنا خوفي بقى إن أنا يتقل لأ دي مشكلة تاني مشكلة بقى ده بقى مشكلة مع شخصك أنت تعال أنا وإنت بقى نحل ده صحيح لكن مشكلة إن أنا أقول للشخص ده أنت المفروض تعمل كذا لا هو على فكرة مش المفروض خالص هو الشخص تاني ده هيتعامل بالشكل ده وأنا بتحكم في نفسه هل إن أنا أقدر أكمل وهكمل بالشكل ده ولا أنسح ده بيبقى قرار شخصي بناء على شوية حاجات كثيرة جدا طب لو البنت هي اللي هي الاعتمدية بتعتمد على مامتها في انتخذ القرار وعلى باباها وخصوصاً لأم أكتر يعني تمام نعمل فيها إيه في الحالات وهو طبعاً في حيرة يعني شايفها كل الوقت تسمع دايماً لكلام مامتها هل ده غلط؟ في الزواج؟ ها؟ في الزواج؟ أيها؟ آه طبعاً غلط كبير جداً إن أنا طول اليوم أنا في التليفون مع مامتي يعني إن أنا أي مدى أسرار بيت بتخرج لمامتي ما هو أنا مني طب أشاور مين وأكلم مين يعني أنا بكلم منظور نفسي كتير من البنات اللي هادة بيتابعوني تمام وزعين حضرتك طب أكلم مين أشاور مين لم يحصل مشكلة بينه بين الجوزي يعني خلاص ما عدنا القطوبة ودخلنا في الجواز أكلم مين أفطفض مع مين أنا كطرف في العلاقة أنا ببدأ الأول أتكلم مع الشخص التاني تمام حضرتك أنا بينه بينك احتاجات بينه بينك إن أنا أحس إن أنا متشاف بينه بينك ما حسش إن فيه طرف تالت أنا زي ما بدخلش مامتي أنت كمان ما تدخلش مامتي مشاكلي أنا وإنت مع بعض أنا مختارم جداً أنا أول خطوة بأخذها في العلاقة مع الشخص التاني أنا أبدأ أتكلم معاه واشاورله ده في بعض الأحيان ينفع في حالات في الواقع ما بتمفعش ما بتمفعش إيه؟ لأن أنا ما انفصلتش عن الأمة أصلاً لأن أنا شايف إن هي طول وقت شايفني يا ليه الصح طب أنا ممكن أروح أتكلم مع الأمة الأمة ما تسمعنيش الأمة أصلاً حابة ده والشخص التاني حابب ده وده بيعتمد على حاجة أكبر اللي هو نوع المشاكل اللي اتطرقت إيه؟ أيوة هو إحنا وصلنا لأي مدى من المشاكل وهل هتستمر لأي حد؟ فيه نوع بقى تالت مهم وده لا يعني نلجأ له يا جماعة أرجوك لو حسيتوا إن فيه مشكلة إيه لجأوله؟ الإرشاد الأسري إحنا ليه عاملين إرشاد أسري؟ وليه عاملين كابلز السيرابين؟ والعلاج الزواجي؟ وليه بنلجأ له؟ فيه علاج فيه لما بيكون الدنيا حاسين إن هي قزمة قوي بنروح لحده متخصص شايفت ده موجود في ثقافتنا أمسوزنبيين كتير؟ كنا نروح أنا أخد زوجتي ونروح إرشاد أسري ويعني مرشد نفسي والكلام ده؟ ولا بنعتبره عيب أن أحنا حادي يدر لنا حياتنا؟ هو في الفترة الأخيرة خلينا نقول إن فيه فيه ناس معينة بتروح فيه ناس بدأت تروح بدأت حتى ولو أقل القليل بس فيه ناس بدأت تروح العيادات وفيه ناس بتيجي العيادات القابلز العلاج لأنه هو نوع علاج معين اللي هو العلاج الزواجي يعني أنت مش شخص مريض أنا شخص عندي مشكلة مع الزوج التاني وحسيت إنه هو فيه مشاكل نشأت بسبب الاعتمادية فأنا أبدأ أروح للعلاج الزواجي لكن فيه زي ما حضرتك قلت المجتمع بتدخل واصمة العار الاستجماء ما ينفعش هو الشخص التاني ده أعلم مننا لا هو أنت مش بتروح عشان هو أعلم منك أو إنه هو بتروح بالزبط نفس الفكرة لما يكون بطني بتوجعني بروح فيني صحيح بروح لحد متخصص ده نفس الفكرة وخليك فاكر دايما أنا الشخص المأزي في حياتي مش المجتمع المجتمع هو بيأزين بأفكاره بمعتقده طول الوقت شايف أن أنا عيب 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 الأخصائي النفسي عيب عيب أن أنا أروح لطبيب نفسي عيب كل ده بس كل ده هو بيأزيك أنت مش بيأسير المجتمع فهو ده بيأتمل على قرار شخص النفس نقول أنه وصل الموضوع من مجرد التراب نفسي لمرض نفسي خصوصا في العلاقات الزوجية وهل بيبقى لي حل ولا لأ يعني وصل الموضوع من التراب لمرض نفسي وهل علاجات بتوقف فعلاً ولا بيقى فيه الموضوع كلام كالكلام نظري وخلاص بين الزوج و الزوج يعني يعني هل بيقى فيه علاج فعلاً علاج فعال وفعلاً بتستطيعوا أن أنتو يعني تحلوا كثير من المشاكل ولا كلام بيقى نظري ممكن أي حد يقوله يعني أنا بقول الكلام ده لأن بعض الناس قوله وانا هروح أعمل إيه العلاج الفيزيكال بأخذ علاج مثلاً حباية عشان هتعالك على حاجة مؤينة لكن العلاج النفسي أنا مصمم على رأييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي لما بيكون الموضوع قابل هما الاثنين لازم يروح ما ينفع الشخص واحد بس اللي يروح لأنه ممكن يكون أنا فاهم حاجة وحضرتك فاهم حاجة تانية ممكن الموضوع تكون المشكلة في الأول ممكن يكون المشكلة عند شخص طرف واحد في العلاقة بس الشخص التاني حاسس بالأذى والشخص التاني ممكن ما يكونش مأذى الشخص التاني ممكن ما يكون مستغلي ده أصلا أنا حابب أنك معتمد علي حابب أنك بتأخذ رأي في كل حاجة حابب ان انا بستغلك عطفية وان انت طول الوقت مستنفذ طالما في شخص فيه قزة في العلاقة يبقى الطرف التاني مأذيب حاجة طالما في شخص عنده مشكلة والشخص التاني يبقى فيه مشكلة برضه او على الاقل اثرت عليه فان انا اروح ابدأ اول حاجة العلاج بيكون فيه العلاج اللي هو الدوائي عشان زي مواطل حضرتك ان الشخص لما يبدأ ينفصل عن الشخص التاني بيبدأ فيه عراض اكتئاب ده بيكون مع حد متخصر اللي هو خريج طب نفس طب نفسي اللي هو يبدأ يكتب علاج دوائي فيه ناس معفقدة ان العلاج النفس بس مجرد الكلام والجلسات النفسية العلاج الدوائي برضه مهم زي الجلسات النفسية هم الاتنين مش منفصلين عن بعض كل حد يحتاج الى الاخر مش حاجة منفصلة عن كتين العلاج النفسي بيبقى برضه بالكلام وبالجلسات والجلسات معينة على حسب الحياة ناخد نسود احمد منصورة اهلا نسود احمد اهلا بك حضرتك اتفضل اولا بنقدم اكبر تساوي الدكتور انفين وبنسلم على حضرتك وعند نفس مشكلة حضرتك اللي هي ان تكون بالنسبة للامة عني دي بالنسبة للامة القطيبة يعني فقال وضع وكيف التعامل معها يعني لا ازاي وضح لنا اكتر يا فزاحمد يعني ايه مشكلة الام وقطيبة يعني وحضرتك يا مشكلة اعتبر مشكلة بسيطة بس اعتبر مشكلة كلنا بنمر ده الحين عليه هو بأن اي واحد بخش اي بيت بيخطب كنظام اه اعتيابي او اللي هو بيادة الصلوات اللي احنا بنقول عليه طبام بخش حضرتك بتتعرف على الاقل وبعد جيه بتتعرف على البنت طبام هسألك سؤال مباشر هي اي ام النهاردة محتاجة ايه غير سعادة بنتها واي ام ايه محتاجة النهاردة غير النهاردة لو شايفة بس احمد فعلا يعني مؤهل اللي بنتها ده عن الرحبة والساعة طبام ولا هنا طبعا مش كلامي على حضرتك انا كلامي على كل شاب اللي جاي بتقدم النهاردة ايه مثلا ايه مثلا ايه تقصي ايه بالعناد يعني يعني هتعني اتبع حضرتك ليه يدينا مثال ايه بيبقى فيه طرف ثالث بيبقى له مطلحة انه هو يتشكل الخطوبة ده مثلا ليه ليه بقى ده عن ضمن الاشرار السخصية انا نكون انت كشخصية مش عجبهم يعني انت مثلا ممكن تكون شخص عزيز الناس هم يفتكروها كبرياء ممكن تكون انت شخص مثلا بعد اذنك تكون ما بتحبش النكت انت ترفوش وما بحبش كده فانت تقصي لغير شخصياتهم طيب ده طبعا احترام التبع ده مهم يا جيد احمد لكن العند ادينا مثلا لعند حماتك مثلا عشان ابقى وقع معك بس ايه من ضمن الامثال ان حماتك بتاعرد معك في ايه حضرتك دايما عنده انت واحد تحلفت له على المصحف انت كذاب لا ده كلام كبير تحلف على المصحف تحلف على المصحف وتقولك انت كذاب قول انت كذاب وانت لسه مخطوبين لسه في الخطوبة ولسه مخطوبين لا ده انا كده الموضوع كبير يا جيد احمد يعني الموضوع كده اذا كان في عدم ثقة وشك اه طبعا شك وعدم ده لسه احنا لسه المفهود الريد كاربت يعني السجادة الحمرة مفروشة يا طانت ازاك يا ابني اولا ايه استاذ احمد فضل اشكرك عموما يا استاذ احمد شكرا جزيلا اذا كان الشك موجود وعدم الثقة ويحلف على المصحف ولا انت كذاب ده في الخطوبة خطوبة المفروض اهلا يا ازاك يا طانت اهلا يا حبيب النورتنا ازاك يا احمد عامل ايه ازاك يا حضرتك او لا الغلطان يا استاذ نفين ده المفروض بيحصل يعني وده عيب على فكرة ده عيب عيب بقوله دايما وقلته في حلقات كتيرة اللي هو عدم التلقائية بين الخطيب وخطبته وبين اهل خطبتي يعني ادخل البيت مفروض يتعامل بتلقائية شوية معظم شبابنا النهاردة الاسف الشديد يبقى قاعد مربع مبتسم سجادة الصلاة طبعا بيصلي وقته في البيتهم عشان يبقى لهم انه ما بيصلي انه هو مؤدب انه هو محترم وبعد كده تقع ريمة احنا ما لابسينها قابل الجواز تعليق حضراتك يعمل ايه والحل ايه هو انا في الاول محتاج ان انا اجرد المواقف مهم محتاج اشوف هو انا تعاملت ازاي وتقابل ده بايه ايه انا دلوقتي في شك وفي عدم مصداقية مهم كمان شوية لما يحصل مشكلة هنتعامل معي ازاي حاجة بعد كده اقول لها مش انا قلتلك يجي بعد كده احمد مينفعكيش وانت مسمعتش كلامي اهو حصل اهو وطبعا الحياة كلها مشاكل يعني نحن فيش حياة وردية اه حل النقطة دي ايه يا أستاذين لانا طبعا لازم اجرد لازم اشوف ده واختار ان انا اشوفه ما تغضغوش واقول ان انا هعافر واوصل لان انا عايزه لانت ربنا بيكشف لك حقائق من الاول شوفها ربنا بيديك رسائل شوفها ربنا بيقول لك خد بالك من نقطة كذا خد بالك ده الناس في واحد اتنين تلاتة انا اخد بالي واخد قراري دايما في العيادات عندنا ما بناخدش قرار لحد لا بالانفصال ولا بالطلاق احنا بس مجرد نعمل استكشاف او استبصار انت الموضوع ونتكلم معهم الاتنين بالزبط ايوة لان لان في واحد بتكلم لما له وليس ما عليه وهي ممكن تتكلم تليفونيا ما لها وليس ما عليه مشكلتنا دي يا جماعة كل واحد بامانة في العلاقات الزوجية لو كل واحد يقول اللي ليه واللي عليه بالبلد يكده اعتقد لحلة كل مشاكلنا مش كده وعلا إيه ب соответ DJ لازم نتكلم لازم نعبر لازم اقول انا محتاج حصل واحد واحد اتنين تلاتة وانا محتاج واحد اتنين تلاتة ازوات انا محتاج ان انا حس بالامن محتاج ان انا حس ان انا متطمد محتاج ان انا ما شهيتغدر وأشيش وهم محتاج ان انا مش في وقت معاينة يتقل برا ده احتياج جوانا بيهز كيانا النفس لما ما يتلباش فهو ما بيتلباش من الأول هو مش موجود أصلا يعني حضراتك بيتكلم في عدم ثقة وعدم أمان وأنه بتحلف على المصحف وفي مشاكل ايه نوع المشاكل اللي حصلت في الخطوبة أي إن كان نوع المشاكل يعني من أول الزواج ده مرحلة تانية خلص مرحلة انتقالية حياتية مصيرية تانية بيبقى القرار فيها في أولاد بعد كده في مسئوليات في حياة أخرى أنا دلوقتي اعتبر لسه في مرحلة ترفيه أنا لسه اعتبر أنا لسه جوه وبره لسه من حقك تختار طيب يعني هو النهاردة بيقول حتى لو حلفت على المصحف يعني هو مش حلف على المصحف والحاجة حتى لو حلفت لها على المصحف برضه مش بصدقاني يعني نخبر بحرك عشان نكون بصدقين في أفازه لكن هنا إزاي نقنع سوز أحمد إن لا أخلي بالحضرتك إن هنا في مشكلة في هنا مشكلة عند حمايتك هو شاية اللي بيه مشكلة علاقك وممكن يكون موجودة نظر هو إن في مشكلة والموضوع أبسط من كده شكراً نحن نحتاجين نتكلم مع الطرف التاني نتكلم معه مرة واثنين وثلاث لقيته بنفس العقلية بنفس التفكير تمام فأنا محتاج إن أنا أختار أعيد ترتيب في العلاقة نعم أنا أم وائل من اسمعالي أهلاً وسهلاً أهلاً ما يخليك يا أبني إزاي فضالي أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً إزايك يا أبني أنا أهلاً أنا أولادي متجوزة ما شاء الله أهلاً يخليك أنا متجوزة وفي ولا بيتجوزة 17 سنة والثاني تجاوه من 10 سنين ما شاء الله الستات بصوا لبعضيهم دي جابت عربية أنا أجيب عربية وأنا أستمالهم الشؤى وبيعالهم وبيفضوا إجاراتهم حتى الشاعة اللي أنا عادة فيها بديها أجلبني تمام هي جابت عربية أنا أجيب عربية هي جابت مشاية أنا أجيب مشاية بصل بعضهم بصل لبعض يعني بصل لبعض هل تدي لهم الفلوس؟ أنا بديهم الفلوس على إجارة الشؤى حتى الشأن أنا عادة فيها بديها بني الإجار وكل ولد بديها ثلاث شؤى ومت يال بنتي شأت إيه بصل لبنتي علشان هي أرملة بديها فلوس إنتي زيت لبنتك مش إيه معاك؟ مش عاوزني إن أنا أطع يعني أبقى يعني رحيمة بنتي اللي معاه ولدين وردين وأرملة وأرملة معاه ولدين ودخل كلية ودخل ثلاث سنة طيب هل سأزد؟ هل سأزدك تبعد على التلفزيون شوية بعد إذن حضرتك؟ أو توقع التلفزيون عشان أسمعك كويس واضح واضح من كلمة يعني كلام حضرتك؟ ليه ما أقولش إن بنت حضرتك ساعات بيحصل عند مع مراتات إخوتها؟ بيحصل أحيانا بصراحة أو لا؟ والديت العزيزة هسأل سعادتك سؤال مباشر فين أبناء حضرتك الرجالة بشنبات من تدخل زوجاتهم السافر في حياتك؟ فين؟ وحرج بتصرف عليهم يعني؟ فين هما الرجالة؟ لا بيصرفوا أنا بساعد أنا بساعد زيادة أيوة حرج ما حدش بيعمل كده حرج ما حدش بيعمل كده ولا إيه يا سنبين؟ بساعد يعني ما حدش بيعمل اللي أنت حرج بتعمليه معاهم قصد يعني وبتعامل معهم بقائم الشيطان ولادي بتعامل معهم أكتر من بنتي يعني ممكن أقول سر المرتبني أكتر من بنتي كمان عشان ولادي طمعوا بعض وفيهم وحدة أنا عاوزة تقول صلقني وهتنزلك عن حقوق كلها علشان هي الوقتي بقت ما شاء الله فتح صنطر تجميل استغنت عن جوزها ومعها وقلت عنده عشر وقلت عقارة فيه وده لها مش شقة فيها صنطر وقعبة زي الكل ومبسوطة وأنا اللي بأخدم العيال وأنا اللي بأعمل العيال في بيكي بشأنك تبعتني العيال في المهمة هم أكتبعين أن هم هيدفعوا الإيجار إيجار 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 كويس إيه الهدف اللي انت بتتدهم فلوس هما مش معاهم مساعدت مساعد عشان هو مش معاهم ولا المفروض تدها لهم تفرق ها حضرتك بتساعدهم عشان مش معاهم ولا عشان المفروض تدلهم في كل شهر كذا لأ تساعدهم علشان هما الشوء بتاعتهم وانا معقولة بتاعتها ويبقى جراها اه الشوء بتاعتهم بس مش كتبهم باسمهم اه فهمت حضرتك يعني دي فلوسهم اصلي واحدة عاوز انا اكتب الشوقة باسمها. باسمها هي. لا مرات ابن حضرتك. مرات ابنها يعني اوه. يعني مرات الابن هي اللي بتتحكم فيها. عاوزها بقى تضمن. بتحكمها فيها. اه اه. اه وصل للصور احنا انا كنت معتقدة ان هي بتدود. عاوز عاوزة عاوزة احبت قالت لابن يعني الحجر عليها علشان خاطر. لا حول ولا خاطر. انها هتبدي ده كزا وتبدي كزا. عاوزين اضمنوا حقهم يعني. هي مسيطرة. اه لقلت لهم انا مدي هالبي. ايه. ايه. وانا اللي واحدة معاهم طول الوقت. ثلاث سبيان واحد بس اللي الكبير هو اللي مراتهم ويسة صحبتي وانا صحبتي انا صحباهم مش عاملهم ان هم. قدون ولادي. انا عاملهم ان هم حبيبي وكده. طيب. اكبر مشكلة في الموضوع ده وكده. والدتي العزيزة اكبر مشكلة قبليتك هنا هي ايه عشان نتكلم عنها ونحلها? هي ايه? اكبر نشكلة ان هما نهوا حياتهم واحدة معها اربع عيال واحدة معها اربع عيال واحدة معها اتنين. انا كل اللي صعبان علي الولاد. مم. دي تأملي كده عشان فلوس. انا كنت في يوم من الايام كنت بشتغل في شركة سنت اربعة وستين كنت بقبط ثلاثة جنيه وجوزي بقبط اا اا جاولي شلل نصفي من خماتاشر ختاشر سنة وانا ما سبتوش بيتعمل له كل حاجة لسه ميت من فرمات تمانية وعشرين اا رمضان. ايه بحما اطلع عليه. بقاول بقى. بيتبان بيتبان. بيتبان في. ايه. فلوس ايه وبتاع ايه ما بنسيب كل حاجة ونمشي بروح البيت الاصل بتاعنا. صحيح صحيح صحيح. وكنا مهاجرين في القاهرة ومتحذبين. طبعا. وكنا كانت حياتنا سعيدة وكنا مش حاجتين ان احنا ان احنا في حاجة مشكلة عندنا. ايه. وهاجرنا وتبهدلنا. ايه. لكن ما فيش دلوقتي بين او ستة انا ما بعممش. مش بعمم. انا بقول فيه ستات بتستحمل. وفيه ستات ما بتستحملش. صحيح. انا شايفة الجيل ده فوق مش مش الجيل كله. برضك ما بعممش. ما عادوش زي الاول. ما عادوش. ايه الفلوس هو. الفلوس عنا خد واحنا ماشيين وروحين البيت الاصل بتاعنا. نازم نعمل رسيد لبيت الاصل بتاعنا اللي احنا عروحه في الاخرى. كلام مزبوط والله من حضرتك. شكرا جزيلا طبعا لرسائل التربوية والانسانية طبعا من كلام حضرتك. وفعلا يعني بس من يسمع ومن يقول. الكلام المحترم ده مش ده الكرام. لكن للأسف ده فكرني بقصة كينجلير في الادب الانجليزي. معلش رحابب شوية الانجليزي. كينجلير وبناته التلاتة لما كلهم او اتنين منهم يعني بعد مقسم مملكة للأسف الشديد حرموه كأب من مملكة بتاعته عشان غلط غلطة عمرو كينجلير. اللي وليا مش كسبير الرائع طبعا. انه نقسم مملكة بتاعته بين اولاده. وكانت النهاية بتاعته انه يمشي في الشوارع كده كالكلاب الضلة. مش تاقي مكان يوعد فيه. لان غلط غلطة عمرو. انه يكتب لولاده المملكة بتاعته. فانصحك ما تكتبيش لحد لوصية الوارث. ده رأيي بقى الدين وعلماء الكبار علمونا كده. لوصية الوارث والدية العزيزة. اللي يزعل يزعل. بعد كده بعد عمر طويل هم هيورسه. لكن حرج بتسعديهم كتر خيارك. بنت حضرتك الارمالة واللي افز نفين. مفروض هم يقفوا كرجالة بشنبات. يقفوا معاها ويقفوا جنبها. ما يسمحوش ابدا لزوجة حضرته او حضرته. ان هي تتدخل في شؤون حياته. ان هي تتسيطر وتقوله اعمل كذا. مصبوط. ولا لا ده غير مقبولي. وقف هيقول لا لا. صحيح. مفروض. مفروض. الفصل قصير وانعود اليكم. ابقوا معنا مشاهدان الكرام. اهلا بيكم مرتان يا مشاهدان الكرام. والحقيقة اتصال والدة العزيزة ام واقل اصر فينا كتير 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 بجد. وفيها رسائل مهمة جدا جدا جدا. منها سوز نبيلا وتسمحي لي. فين هنا دور اولادها. رجالة. هل ده ما يودناش لحطة ان اولادها هتربوا تربية اعتمادية. فبالتالي ملهمش دور فاعل. وبالتالي بتقصروا قوي بكلام زوجتهم. انت شاقتك. هي والدك تصرف عليك ليه. هي هتجاب علينا ليه. كلام اللي بتقال على فكرة من وراء ام واقل. هي ده حقك. ده شاقتك تكتب لك. معايا. هي بتساعدنا ايه. لا بيحصل. هي بتساعدنا ايه. ده ايه. ايه. في جنيه. والشاقة بيجيب لنا الفين جنيه. معايا واش معايا. واختك عايشة في الخير ده كله. اختك اللي هي بتربية ايتام. اللي هي ارمالة. بدلا ما نقول نساعدها. لقيت كلام دين البشر. بيبقى ليه كلام مؤلم. تحليل حضرتك للوضع ده. هو زي ما حضرتك قلت. انه الشخص ده ممكن يكون وارد جدا يكون معتمد على زوجته او بن ساميه في المجتمع المصري. امورتك بتمشيك. ايوة. وكان قبل كده مامطل بتمشيه. انا باخد لو لو هي ترجع بالاتصال تاني. هل كانوا كانوا اولادها معتمدين عليها برضو. لان زي ما قلنا الحضرة. على ام واقل. اه. يبقى هي معلش شي. ام لي ما تجاوزوا. ده خطأ. ده يرسالها بقى مش لام واقل كل اللي بيتابعنا. ام واقل ام حنينا على فكرة. لكن ممكن تكون في حياتها عاملة خطأ شنيع. وهي نتيجة تربية خطأة. ان انت النهاردة بتشربي. للأسف بدون ما تدري. بدوا الحب. ييجي النهاردة ابنك. تروح لوحدة برضو. تسيطر عليه. فتعاني يا ام واقل. والدية العزيزة والله. وانا متأثر جدا بمكلمتك. تعاني من واحدة. لانها سيطرت على ابنك. اللي انت ربطيه. لانه برضو كان تحت سيطرتك. فدي رسالة. لكل بلدفعنا. ارجوكم. سيبوا اولادكم ينطلقوا شوية. مش كده عليها. سيبوا ان هم يعبروا. سيبوا ان هم يقولوا لأ. اعودوهم ان الرفض ده مش نهاية العالم. ايه المشكلة لما اطرفت. ايه المشكلة لما يتقلل لأ. بالنسبة بقى الرسائل لازواج لعيال الموائل. ايه. انت اكد حقوقك مع امراتك. واقفها. حدود. عامل حدود. انت بتدخليش في علاقتي ما بيني وما بين امي. زي ما بتدخلش في علاقة ما بينك وما بين اهلك. انت برضو ما تدخليش في ده. اوقف ده. ما انت مش عارف حقك واسيف حقك. هتقوله كده. بزرع. مراته يعني. هنعمل ايه هو. يوقف. انت نضيع حقك. يوقف. يكون قادر ان هو يقول لأ. فيه بقى المشكلة الحقيقية اللي بتيجي تقابلنا. اه ان هو الشخص ده مش سهل ابدا ان هو يقول لأ. طب نرجع تاني. ابدا. ونروح اسوه. سباحي لي. سهلا. سلام عليكم يا فرد. عليكم السلام. اهلا بيك اناس فتحي. مع حضرتك ماهر فتحي المحامي من اسود. اهلا وسهلا سهلا استود ماهر. والله يا حضرتك المشكلة اللي اتعرضت اه بتاعت الست موهل. ايوة. وحضرتكم بتتكلموا مع نسب电 عين على الشخصية الاعتمادية. ايوة. الحقيقة لازم نشخص ونصب اه الست موهل ده موقف بتقوم بأمهاتنا بشكل عفوي يعني زي ما قوله بدافع مصلحة أولادي فبتتطر تتخلى عن كل أملكها أو كل ما تحت يديها من تصرفات لصالح أولادها وبعد كده بتفاجأ بعقوق الأبناء أو تصرفات سلبية وبيبقى المصدر دايما فيه هو زوجات الأبناء صحيح ودي حالة حضرتك حقيقية أمامنا اللي بتعرض لحظ سيبتك على الصار بتوضح إن احنا نحاول نوعي أمهاتنا إن حضرتك خذ بالك إنك لما بتدي أحيانا بالزيادة تتابعش في صالح الابن ولا في صالحك ولما بإنتي تبقى رصدة إن زوجات الأبناء عندهم غيرة وعندهم نوع من أنواع حب السيطرة وحب التمذب ولازم حضرتك تعملي كنترول لأن كنت صاحبة الحكاية مزبوط مزبوط ولم تلاقي إن زوجة أحد أبنائك وصل بها الحال إنها عايزة تدفع زوجها لرفع قضية حجر يعني تفل يدها على التصرفات ونوضع يدها ويعينه قيم على تصرفاتها وأموالها ده هيخليني أستغل وجود هيخليني أستغل وجود ساعتك معي أستاذ ماهر طبعاً كمحامي من أسيط أهل ميكرا أسعد وأشرف طبعاً موضوع الحجر ده هل سهل يتنفذ؟ هو فندم الحجر في القانون المصري ليه حضرتك مجموعة ضوابط واشتراكات إذا ما توفرت في الحالة المعروضة على محكمة الموضوع ستقضي بهذا الأمر بصورة حكم الحجر على المتاع عليه ويعني غل يده عن التصرفات في ماله وده يلزمه أن يدعوف نوع من أنواع السفح في التصرفات نوع من أنواع حضرتك وده بيبان فيه إن كان فيه نوع من التبذير أو المصرفات في غير مكانها أو بعض التصرفات الغير لائقة لا بالسن ولا بالمكانة الاجتماعية وما أشفى سيد المحترم إذا كانت مع حضرتك بتتكلم بمنتهى المنطق ومنتهى والعقل والحكمة بس هي الطيبة الغالبة على مواقفها هو ده اللي أدى بها للموقف ده طيب سؤال التاني برضو يعني فرصة بقى حركة محامي فالسؤال هل يجوز للأم إنها تكتب لأفنائها مش لها وصية لوارس يا بتكتب بقى وشيرا بتكتب بقى وشيرا بص حضرتك بواجهة عام الأصل العام حضرتك بإباحة فإن أي تصرف يصدر عن الشخص وهو في كامل قواه العقلية ودون أن يكون تحت ضغط أو ابتزاز أو أي نوع من أنواع الإكراه فهو تصرف جائز وخانوني يعني من غير مرجع ولا معقب عليه طبعا إنما حضرتك أن رضا المشكلة إن بعض الأبناء بيستغلوا طيبة وأنت أتكلم في العطفة أنا ممكن أكون شخص ساوي وإن عندهم مشكلة في مرحلة معانا من العمر يعني الست دي مش راح منها وهي لسه معانتش من آلام فقدان زوجها بزول لحركة في 28 رمضان 28 رمضان اللي فات يعني يعني منتها القسوة ومنتها العقوق حضرتك إنهم بيفكروا في التأسيم وفي غيره وهي الست بتقول لك أنا كنت بصحباهم ويضر بيهم ومش بتنخر معاهم وحتى الملك اللي تحت إيديها موزعات بسمة العدل إلى حد ما حتى ما يضروا من ريع وإجارات بتوزحها يعني تنصحها يا سماهر تكتب ولا تكتبش إيه أنا أنصحها حضرتك أنا أنصحها حضرتك عندنا مثلا بلدي بسيط بيلخص الأمر بنقولوا حضرتك في صحيح مصر وفي كل ربوع مصر قرشك يعزك وولدك يلزك صحيح وبكر الله حضرتك النصيحة دي طول ما هي حضرتك تحت إيديها التصرف مش هتطمع حد فيها صحيح ولازم تعمل وقفة حاسمة تمام ولازم حضرتك تخلي بالها إن ممكن الأرمالة بنتها تتظلم تتظلم جور الأبناء الزكور بهذا الشكل الجاه شكرا لك أستاذ ماهر لا يا فدم أستاذ تشرفتي بالمشاركة مع حضرتك أستاذ ماهر فتح المحامي من أسيوت نورتنا وشرفتنا بالطبع رسالة تربوية ورسالة قانونية أو يعني شكرا لك والله تعليق حضرتك ما يكونش فيه أصلا مشكلة جسدية ويكون نفسيا كويس جدا ما يكونش فيه أي عتاه وما يكونش فيه أي أمراض مزمنة ومع ذلك هما بيستغلون برضاهم هو بيستغلوهم عاطفة اللي هو أنا محتاج أنا عايز هو زي ما هو وضح الأم تقول لأ لأ اللي هي صريحة كبيرة عريضة لأ هي ممكن تكون برضو الأم معتمدة عليهم خليوا بقى حضرتك يعني مثلا الاعتماد بيكون رايح جاي على الاتنين زي بالظبط بيكون نفسيا في بعض الأحيان اللي هو اللي هو بيبقى ابن أمه ده أمه بتبقى متجوازان نفسية زي مشاكل الغيرة اللي بتنشأ لم تفطمه بعد وليه مشكلة كثير من الأمهات لم تفطم ابنها بعد أرجوكم افطموا أولادكم وخصوصا منذكور عشان يعتمدوا على أنفسهم هو مش بس ما تفطمش هو الحبل السوري كمان ما تقطعش آه صحيح الحبل السوري لسه ما تقطعش أنا بتعامل مع أنا وأمي كأننا شخص واحد يعني كتير قوي من الأمهات وهم لسه أبنهم صغيرين أنا بخاف أضربه أنا بخاف أقول لي ابني لا أنا طول الوقت من دللات طول الوقت كل أوامر مستجابة لا يا أمي ودي بتخلق شخصية بعد كده اللي هو الاعتمادية ومتمرد بالأسف الشديد لا هو بقى على النقيد قوي لإما بقى شخص اعتمادي جدا لإما شخص متمرد وعند رفض من كل حاجة ما هو مش هتخلق شخصية متساوية في النص أول صح إيه إن أنا وحضرتك متواصلين بس في نفس الوقت أنا عند استقلاليتي وحضرتك عندك استقلاليتي وبيننا تواصل أم أحمد بن جيز أهلا وسهلا أهلا بيك أم وحضرتك عليكم السلام ورحمة الله أهلا بيك فانم أهلا وسهلا أهلا بيك فانم مش عاجة من حضرتك بارو جدا يعني إلي أنا تعامل مع مرات الإبن اللي بيت تدخل في شؤون أخوات بجا وعايزة تعرف يعني أنا تقول أنا لجم أعرف أنت ابترضوا كام بتكرفوا كام بتخلي الأولاد لموارجة يتفص على ستهم لو بيقل جنبولية أو روحة يردوا الورقة على ستهم بيشدوا شعر عماتهم لا حول على أخواتهم وبعدين وبعدين كمان على طول تخلي جمهر وطبعا العمات لا بيتدخلوش وبيتفكتوا عشان مهاملوش مشاكل لأخواتهم أيوه بتخلي جوهي على طول حتى في عيد الأمر يجيب الهداية بتاعة والدتها ويجيب الهداية والدتهم لأن هي ما بتجب وتطلع طوض الخمس دقايق وتجري على الله وعلى طول حضرتك هات 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 تبتجع اللوراء عن ضمه تبتجع اللوراء عائفة مني عن ضمه تبتجع على طول قاعد تبتجع تعالى كده وإزاي ما وإزاي ما يدخلونيش مطبخكم يعني كل واحدة عندي واحدة وأختي قلت يقول ما إزاي ما تتخليش مطبخة إزاي ما بتعرفيش عشانها فتتعالوا المعاهة إزاي حضرتك طيب شكرا لك يا أمه شكرا لك يا أمه شكرا لك يا أمه يعني هي بتتكلم في قصة جوز يعني جوز بنتي أنا يعني هي سيدة فضلة زي أم أحمد كده بعرفة حد يعني جوز بنتها للأسف الشديد مرات بقى مرات يعني ابنها دي بتدخل في كل حاجة دوره هنا واضح واضح دوره سلبي جدا ويعني سابد هناك دي يعني تحلل الشخصية دي إزاي والحل إيه يا أستاذ نبيت هو أنا بس كنت محتاجة أسألها سأقول لهم في نفس البيت لو هما في نفس البيت هتبقى المشكلة بتبقى صعبة شوية صحيح لأن هما الانفصال في نفس البيت بيخلق مشاكل برضو بس طالما الموضوع بقى في مشاكل أنا بعمل بقى في حدود في حدود في حدود صحية في حدود إن أنا أقول لها في حدود إن أنا لازم أتكلم مع الزوج لازم أشوف الأمور وسط لحد فين الزوج هو العامل الأساس بيحط لها حدود بزرد يعني دور إخواتي مالك أنت وتعرفوا بيقبضوا إيه أو بياخدوا إيه وعايشين إزاي أو أول أخر يعني هكذا أمواء اللي كان بتكلم في قصة إن هما بيوصل لبعض مراتات أولادها ده جاب عربية عاو زي جيب عربية زي مشاعر غيرة كلها مشاعر حل ده إيه ما هو برضو هنرجع برضو بنفس النقطة إن هو الشخص أو الشخص المسيطر أو الشخص اللي بتدخل في حدها هو مش عارف ده ومبقاش واعي إن هو بيعمل ده اللي مأزي اللي حواليه صحيح إن هو تطلب من أولادها إن هما يتمردوا يعمل كذا ويعمل كذا وبالأسف بتعمل ده مع أولادها فأنا دوري أنا كأم أكلم مع إيه أنا ما أتكلمش مع زوجته لإن أي مواجهة تحصل بينهم هيحصل شب صحيح هيحصل هجوم تمام مش هيحصل كلام إن أنا لازم أتكلم مع زوج لازم لإن النصيحة من الحامة هتبقى مرة للأسف الشديد هي مش هتتقبلها مش هتسمعها ويحصل هجوم وإنت كذا وإنت كذا ده وارد جدا إن هو يحصل عشان كده لازم الزوج لو هو بيسمعنا حضرتك لازم تتدخل في الموضوع ومش بس هي مشكلتها مشكلة مشكلة أسر كتير جدا تمام فإن أنا الزوج لازم يسمع الزوج لازم يشوف حضرتك بتقضي كم ساعة برة لما تيجي البيت اسمع لده بالأسف في زوج أزواج بتسمع لمرتاتها ومبتسمع شي لهم هتها والعكس بيحصل لأ أنا لازم أعمل توازن بين الاتنين أنا أسمع لده وأسمع لده وأشوف ده وأوقف ده وأنا كشخص برا الموضوع إن أنا أوقف وأقول لا تمام وده يخدنا طبعا أستاذ دبي مشكلة كرام بالشخص أو السيدة أو المرأة الناشز اللي راح أحد الصحابة مرة وقال إني أشكو من زوج ناشز فقالوا هل لا تلقتها لماذا لا تطلقها وتسترح من أزاها فقال أخشى إن تلقتها فيبتلى بها غيري فتؤذيه ومعاذ الله أن أكون سببا في إذاء الآخرين فقالوا ماذا فعل أنت معها إذن قال إني سأعمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يصبر على أدى زوجته إلا وأعطاه الله كما أعطى أيوب على بلائه وما من امرأة تصبر على أدى زوجها إلا وأعطاه الله كما أعطى سية زوجة فرعون هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن تشبهوا بالرجال فلاحوا باسمكم مشاهدات الكرام أتخضم بخلص شكرا وتخدير لضيفة حلقة الكريمة الدكتورة نبين القشلان الخصائية نفسية وعلاج الأدمان وورتين وشرفتين شكرا لهذه معلمات القيمة أشكرك وأشكركم مشاهدات الكرام وهو ده مجتمعنا وفيه رسائل كترة جدا 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 متهيألي محتاجين أن نصلح من أنفسنا تحية لكم مشاهدات الكرام وأرجو لكم جميعا أوقاتا تغمرها بهجة الإيمان وروعة المحبة والسلام هذه تحياتي إبراهيم التحيوي شكرا لكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر